موسيقى الموعد والاقتصادي الصباح من قناة الجزائر الدولي أهلا بكم في المستهل أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية عزم البلاد ضخ استثمارات تتراوح بين 20 و 25 مليار دولار لتطوير صناعة الهايدروجين الأخضر وكشف المدير العام لدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة الجزائرية من مجلد أن السلطات العليا للبلاد تراهن على تطوير شعبة الهايدروجين بغرض تقديم حلول تقاوية إضافية بالتزامن مع إنجاز سبعة مشاريع جديدة للبيتروكيمويات بينها أربعة مشاريع سيتم تجسيدها بشركة أجنبية في نفس سياق توقعت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطابعي بعشرة مليارات متر مكعب نهاية السنة الجارية المدير العام لدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة الجزائرية ميلود مجلد كشف عن إبرام مجموعة سونطراك الجزائرية عقدة مع شركاء دوليين تصل قيمتها إلى ستة مليارات دولار بما يسمح برفع إنتاج النفط إلى مائتين وعشرة ملايين طن مكافئ نفط بالتزامن مع عزم مجموعة الطاقة الجزائرية ضخ 42 مليار دولار كاستثمارات لتطوير عملية البحث والاستكشاف عن المحروقات آفاق 2027 تستعد الجزائر لإنشاء خمس مناطق تجارية حرة على المدين المتوسط والطويل مع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للفضاءات الجديدة التي ينظر استحداثها عبر المعابر الحدودي الرئيسي للبلاد ديان عن الوزارة الأولى الجزائرية أوضح أن الحكومة درست المناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معاييرا اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها إلى جانب طريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية علوة على دفتر السروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها خفض الاتحاد الأوروبي الطلب على الغاز الطبيعي خلال الشتاء الحالي بمقدار الخمس تقريبا متجاوزا الهدف الطوعي لخفض الطلب وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يورستات تراجع استهلاك الغاز الطبيعي فالاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين أوت إلى جنفي الماضيين بنسبة 19% عن متوسط الاستهلاك خلال نفس الفترة من السنوات الخمس السابقة أعلن البنك الدولي الأربعاء عزمه بحلول مطلع ماي المقبل تعيين خلف لرئيسه المستقيل ديفيد مالباس الذي سيغادر منصبه في الثلاثين جوليا المقبل الهيئة المالية الدولية وفي بيان لها ذكرت أن باب الترشيحات للمنصب الشاغر سيفتح من الثالث والعشرين في فري إلى غاية التاسع والعشرين مارس المقبل وفي بيانه شدد البنك الدولي على أنه يشجع بقوة ترشح نساء للمنصب الشاغر ويتعين على المترشحين أو المرشحين أن يتمتعوا بمؤاهلات من بينها خبرة قيادية مثبتة وخبرة في إدارة منظمات كبيرة والتزام راسخ بالتعاون متعدد الأطراف ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية شكرا لكم إلى اللقاء